هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد رديمشين توزي اللهب طبعا في هذا المقطع زي ما انت شايف عنوانه انه راح تجيب جميع انواع الاحصن النادرة ببلاش ولا راح تدفع حتى سنت واحد ولا راح تدفع دولار واحد وراح تجيب جميع الاحصن النادرة اللي ممكن تجي في بالك الحصان العربي الاسود الحصان العربي الابيض الرصاصي ممكن جيك ترى وايضا مجموعة من الاحصن النادرة التوركمان الذهبي دتش وورم بلود يعني مجموعة من الاحصن النادرة راح ترسبن في هذا المكان واي حصان ممكن تحلم فيه راح تحصله في هذه المنطقة وببلاش وبدون ما تخسر اي شيء قبل ما نبدأ اتمنى اذا استفدت من المقطع انك تنشر لاصحابك عشان يستفيدون وانا استفيد وكلنا نستفيد مع بعض شكرا لك يلا نبدأ في المقطع بالنسبة لمكان السحرية والمكان اللي راح ترسبن فيه لجميع الاحصن النادرة راح يكون في هذا المكان زي ما تشوفون في الجيم بلاي في مدينة السان دينيس او في طرف مدينة السان دينيس او المدينة الفرنسية زي ما تشوفون في الجيم بلاي طبعا في هذا المكان راح يرسبن حصانين بشكل عشوائي وممكن تكون احصنة نادرة اسطورية طبعا اول شي راح تتوجه لي المكان اللي حددته وقبل ما تخش جوه البس اللي هو قناعك وتأكد انك لابس قناعك لانه الموضوع في له سرقة طبعا زي ما تشوفون حصلت اللي حصانين جديدة اول مرة اشوف اساميها وايضا طاقاتها نوعا ما جيدة طبعا اذا والله ما عجبني الاحصن الموجودة هنا ايش اسوي بالنسبة لي انه والله ما عجبتني الاحصن الموجودة ابا اشوف اشكال جديدة كل اللي عليك اولا انك تبعد من المنطقة اللي انت فيها او المنطقة السحرية بععد عنها شارع شارعين طبعا زي ما تشوفون انه هنا بععد الان كل اللي عليك انك تسوي start بعد الstart روح عند اللي هو story بعد الstory روح عند اللي هو save game وسوي لك تخزينة جديدة هذه الخطوات جدا ضرورية ولازم تسويونها الان كل اللي عليك انك تفغيط دائرة بعدها راح تروح عند اللي هو exit game زي ما تشوفون في الgame play راح يرجعك لهذه القائمة راح تضغط x عشان يرجعك مرة اخرى للاستوري موت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لما يرجعك للstory mode كل اللي عليك الان انك ترجع تتوجه لنفس المكان حقنا السري راح تلاحظ انه رسبنت حصانين جديدة وكل نوع مختلف عن الاخر طبعا هذا حصان جديد انا ما اعرف وسويت له استدية عشان اعرف عنه معلومات طلع اللي هو حصان الموستينج احد الاحصنة النادرة الحصان الثاني طلع حصان المورغان لكن هو ما هو نادر لكن صراحة هذا لونه فخم يعني انت ممكن تقابل احصنة نادرة وممكن تحصل احصنة الوانها نادرة والوانها فخمة والله ما عجبتني الاثنين هذولا او بشوف اشياء ثانية نفس الطريق سوي سيف جيم سوي لك تخزينة جديدة اكزيت اكزيت جيم راح يرجعك للقائمة حقنا راح ترجع تضغط اكس راح يدخلك للستوري مود مرة اخرى طبعا انا تقريبا في المحاولة الثالثة او الرابعة حصلت حصان التورك من واحد من اندر الاحصنة في اللعبة واقواها طاقاته كلها عالية ايضا حصلت اللي هو دتش وورم بلد واحد من الاندر الاحصنة اللي ما تلاقيها بكثرة حصان جدا اسطوري ونادر جدا حنا اهم شي نتكلم عن التورك اللي هو التورك من اذا كنت بتشتري بفلوسك راح تدفع تقريبا تسعمية وخمسين دولار دولار ينطح دولار لكن حنا بطريقتنا الذكية جبناه ببلاش بدون ما ندفع حتى هلا لوحده صفر دولار دفعنا بس طيب اذا والله حصلت الحصان اللي تبغاه وخلاص تبغى تسرقه اول شي تأكد انه قناعك لابسه بعدها راح تقرب من الحصان وتضغط المثلث راح يطلع على الحصان كل اللي عليك انك تمشيبه اول ما تمشيبه راح يجيك بلاغ انك انت سرقت حصان معين لكن ما راح يحرفون انك ارثر مورغين كل اللي عليك انك تضيع البلاغ بعد ما تضيع البلاغ راح تتوجه لأقرب استبل عشان تسجل هذا الحصان باسمك ما راح تدفع ولا دولار لكن ممكن يقل من الشرف عندك شوية يقل شوية بس يعني يستاهل الشرف اللي يقل لهذا الحصان لما توصل الاسطبل وتخش بالحصان راح تضغط عليه مثلث عشان يحفظ لك اياه ويسجله باسمك او يحطه في الاسطبل حقك طيب بالنسبة ليش التعديلات او ايش افضل التعديلات اللي ممكن اضيفها لأي حصان دائما اقول لكم انا اهم افضل التطويرات اللي تضيفها لأي حصان واحد انك تغير له الاسطبل وتركب له معليش تغير له السادل وتحط له السادل الجديد هذا واحد واثنين انك تحط له الشنطة الجديدة وتكبر له اياه وتخليها اكبر واحد اهم الاشياء اللي هو الخيار رقم ثلاثة اللي هو هذا الخيار تختار من الخيار رقم ثلاثة الخيار 11 عشان يزيد معاك الاستمنة ويزيد معاك الهيلث ويتزيد معاك السرعة مرة اخرى التعديلات اللي ممكن تضيفها للحصان تضيف له سرج جديد وتضيف له شنطة جديدة اكبر وخيار الثالث من الخيارات الموجودة عندك اختار الخيار رقم 11 عشان تضيف له السرعة وتطور له السرعة والاستمنة والهيلث والا آخره طبعا الان رح اخذكم جولة في ايش الاحصنة النادرة اللي حصلتها حصلت حصان النيكوتا واحد من اندر الاحصنة اللي قتكلمنا عنه مرارا وتكرارا وسحره تقريبا 450 دولار دولار ينطح دولار اذا كنت بتشتريه من الاستبلات لكن حنا جبناه بلاش بدون ما ندفع ولا دولار واحد طريقة جدا حلوة واستفيدوا منها ترى تجيكم مجموعة من الاحصن النادرة ايضا حصلنا حصان اللي هو التوركمين الذهبي اول التوركمين اللي جبناها ذاك عادي لونه عادي هذا التوركمين الذهبي وهذا سعره تقريبا 950 دولار بدون اي تخفيض يا جماعة قاعدين يجيب احصنة نادرة جدا النكوتا تقريبا 450 والتورك من الذهبي 950 يعني استغلوها بقدر الامكان لانه في مجموعة من الاحصن النادرة اللي اسعارها فوق في السماء تقدر تجيبها بلاش وايضا في مجموعة من الاحصنة الفخمة بالنسبة الاشخاص اللي يحبون الاحصنة اللي اشكالها فخمة والاشكالها مرتبة ايضا حصنا حصان المستنج تايجر بي هذا الحصان ما احد يعرفه الا الاشخاص اللي تعدوا منطقة البلاك ووتر واللي فكوا منطقة البلاك ووتر هذا واحد من الاندر في مناطق البلاك ووتر والنيو اوستن و الى اخره فالنيو موستنج هذا او موستنج تايجر بي واحد من اندر الاحصنة ايضا حصناه بلاش سعره غالي سرع جدا في استبيلات نيو اوستن واستبيلات بلاك ووتر بالنسبة لاسطورة الاساطير ايضا حصنا الحصان العربي الاسود طبعا انت ممكن تحصل حصان العربي الرصاصي ممكن تحصل حصان العربي الابيض انت وحفظك لكن انا حصلت لي الحصان العربي الاسود اللي معظم الاشخاص اشتروا بألف وخمسمية مدري ألف وخمسين يعني دفعوا فيه فلوس وحنا رح نجيبوا بلاش من هذا القليتش فاستفيد منه بقدر الامكان وحاول اكثر من مرة ولا تيأس والصملة ومية بالمية رح يجيك الحصان اللي تبغى ايضا انه هذه الطريقة ما يحتاج انك تكون في شابتر معين عشان تسوي هذه الطريقة لا حتى ممكن تسوي هذه الطريقة حتى انت في الشابتر الاول او الشابتر الثاني يعني تقدر تسوي هذه الطريقة في اي شابتر ما رح يحصلونك في شابتر معين طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة واتمنى انكم تنجرون المقطع عشان الكل يستفيد وكل الاشخاص اللي يحبون لعبة تردد يعرفون القناة ويستفيدون وانا استفيد يلا سلام عليكم اضع لايك اللي يجي كده